موسيقى أهلاً وسهلاً بحضراتكم وحلقة جديدة والحق المبين النهاردة موعدنا مع الشريحة الرابعة من الملحدين الشريحة التي اصطلح الدكتور أسامة الأزهري أحد علماء الأزهر الشريف ومستشار السيد رئيس الجمهورية للشؤون الدينية على تسميتها بشريحة أو فصيلة الملحد المنفجر نفسياً وده فيما أزعم يعني أو فيما صدفت كان يمثل القوام أو السواد الأعظم للواحد بيصدفهم من ملحدين شخص عنده مشكلة صغيرة أو عنده مشكلة بعينها من غير من صغرها أو نكبرها ورأى لوجود كله على ضوءها وفسر كل شيء على ضوء هذه المشكلة لماذا هناك شر أو سوء في الوجود أو أين هو الله من كل ما يجريه هذا بتبسيط ربما يكون مخلاً لكن مع الدكتور أسامة الأزهري نتوسع ونسهب في هذا الزحرك يا دكتور إزايك وحشتنا؟ الله يخليك يا رب قل لي بقى نبدأ مني حضرتك في تصنيفك تطرقت للثلاث شريح من الملحدين أو الثلاث تصنيفات المختلفة والنهاردة موعدنا مع الشريحة الرابعة صحيح اللي هي ممكن كل بيت مصري يكون عرضة أن أحد أفرادها يقف عند هذه المسألة في وقت أو في آخر من عمره نعم معدلة الشر في الوجود نعم أو معدلة معدلة الزعل من الإله نعم أنا ليه عزيز علي مات ليه في أطفال بتموت من الجوعة في أفريقيا ليه حد بيقتل حد ليه في ظلم في الوجود ليه 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 عدد من الاستفسارات الغاضبة نعم والحزينة والتي تسأل أو تسائل لماذا يحدث كل هذا الشر إذا كان هناك إله موجود عظيم طيب بسم الله الرحمن الرحيم إحنا طبعا فعلا أنهنا التعليق على الشريحة الأولى الملحد المطلق الشريحة الثانية الملحدة للربوبي الشريحة الثالثة الملحدة اللا أدري وتوقفنا عند كل شريحة بشيء من البيان الموجز المختصر والنهاردة معدنا بالفعل مع هذه الشريحة الرابعة التي هي شريحة المفاجر نفسيا زي ما سيتك تفضلت شريحة المفاجر نفسيا قد تكون هي الأكثر عددا من بين شرائح الملحدين والأكثر انتشارا يعني لو قدرنا أن الملحدين عددهم أي مكان أنا أقدر أنه تقريبا 80% منهم من هذه الشريحة وشريحة الملحد المنفجر نفسيا الأقرب اعتمادا على معنى عاطفي ووجداني وشعوري أكثر بكثير من كونه معضلة عقلية وإن كانت تشتمل في أعمقها على تناقض فلسفي معين أو مشكلة عقلية قد لا يفكر فيها كثير من الشباب المشغول والمهموم بمآسي عاشها أرهقت وجدانه ودمرت اليقين عنده وأحدثت شرخ عميق في نفسه جعله في حالة احتقان مزمن من كل شيء صعدت إلى قضية الإله أقل اعتمادا على الحجج العقلية أكثر اعتمادا على المعنى الوجداني والنفسي وده حيخلي المعاملة والمعالجة تختلف إن وجماعة قبل أن تكون هذه الشريحة أحوج ما تكون إلى حجج وبراهين وأدل وجد العلم ومعرفه هي أقرب ما تكون احتياجا إلى من يوصل إليهم شعور بالتضامن المعنوي بالشعور العميق بمدى فداحة الأزمة القاسية التي مر بها إشعار الإنسان بأن هناك من يقف ويقول له إحنا معاك ونشاطرك هذا الحزن ونشيل معاك على كتفنا ونتألم لأي ألم يصيبك ومدركين أنك أنت متوجع ومتألم وتأن وتضج وتنفجر ده بيلمس كثير جدا عند هذه الشريحة لا ينفي هذا وجود غطاء فكري لا ينفي هذا وجود احتمالات مروعة وصلت به إلى أنه صار يعني غاضب من الإله جل جلاله لا ينفي وجود شق فكري لكن المدخل الأكبر مهما جادلت وأقنعت بالحجج من غير ما تزيح عن قلب هذا الحمل القاسي يعني لن ننجح معه دكتور خليني أسأل حاجة بقى من موقع المؤمن والملحد عزيم فيه آن معا نعم عن معضلة الشر في الوجود عزيم نعتبر أن اللي بسأل السؤال المؤمن دلوقتي أيوة لماذا تحدث الشرور؟ لماذا لا يتدخل الله بصياغة كده واضحة وصريحة؟ أيوة هذا الإنسان الكريم المحترم في العشر سنوات اللي فاتت بدأ يستيقظ على مشهد مروع ووقاهر ومشهد صعب ومربك ومزلزل ومحير للعقل يعني يدهم العقل ويحدث عنده الشلل ثم يفاجأ بكم من الطلقات المركزة المتتابعة التي تدخله في حالة مزمنة من الحزن والاكتئاب والغضب ومشاعر متلاطمة متضاربة فين المشهد اللي وصل لكده؟ مشهد ان احنا فجأة أمنا لقينا في دول بتنهار جيوش بتمزق وفجأة تطل علينا جماعات بخطاب شكله من الخارج خطاب ديني بس الطاقة النفسية التي يوصلها التسلط والحصار وإرادة إرغام الناس واستنطاق الناس على وجهة فكرية معينة عنده من الإخوان إلى الدواعش ثم عندما نشتبك جميعا كمصريين مع هؤلاء نفاجأ بإنه شال السلاح وبدأ يقتل فينا ثم بعد ذلك تطلع منه فصيلة جيب أولادنا في ليبيا وتقطع رقبهم ثم بعد ذلك يوضع الطيار حي في قفص ويحرق وفي كل محطة من هذه المحطات أصحابها بيقولوا إن دين ربنا كده ثم بعد ذلك يبدأ واحد من هؤلاء يفاجأ بإنه أصيب بمصيبة حد عزيز عليه زي ما ستك تفضلت مات أب ولا أم ولا بنت عزيز عليه ماتت ثم يفاجأ بإنه إحنا ليه متخلفين عن العالم إحنا ليه بلدنا والأوطان المحيطة بينا ليه تعيش هذه الحياة الصعبة اللي مليانا صراع والقعدة من ناحية ودائش من ناحية والإخوان من ناحية والمرض والتخلف من ناحية وبطء عدم يسر الحياة من ناحية ليه يوجد ده كله ما زال هذا يحتقن ويتفاعل داخل وجدان هذا الإنسان لحد ما بدأ يقول طب ليه أصلا يوجد مرض ليه أصلا يوجد زلازل ليه توجد براكين ليه توجد أجنة مشوهة طب إذا قلت مثلا إن ده إنسان أذنب مع الله واقترف ذنبا فعاقبه الله بمصيبة تحدث له طب الطفل المشوه ليه يعني إيه اللي عمله علشان يبتل بإنه يولد مثلا عنده سرطان ولا ينقص عضوه من أعضاؤه ويفضل يعزب طول عمره أو يموت بعد كده ليه توجد زلازل براكين وتسونامي وهكذا هكذا اتسع المشهد أضف إلى ذلك لو تسمح لي أستعمل الجهاز أضف إلى ذلك إنه كان من أكبر يعني فوجئ هذا الشاب الشريحة دي من الشباب اللي بدأ يعيش فعليا هذا الحال بدأ يفاجأ بإنه في فصيل فكر بيقوله أيوة صح اللي انت شاعر به صح إذا افترضنا وجود إله مش معنى الإله إنه رحيم فين الرحم إحنا مش شايفين أرصد كده المشهد حواليك كله مشهد من الألام والشرور يبقى نمر واحد ما فيش إله أصلا أو لو افترضنا وجوده على أي فرض كان يبقى ما يعرفش حاجة عن الكون مش عايز يتدخل في الكون لا يعلم الجزئيات التي تحدث يبقى مش إله أو أنه موجود ويعلم لكن هو يريد هو إله أصلا شرير ويريد لعباده العذاب يبقى مش إله خير ورحيم وموصف بالكمال والقدرة والعظم والجلال والكبرياء يبقى كما لو كان كائن شرير يتلذذ بتعذيب الكائنات التي خلقها أنا بأوصف لسيادتك كيف تنتسم الصورة في ذهن الشاب بينما هو يفكر بهذه الطريقة إذ فوجئ بعدد من ينهمر على عقله من الكتابات التي تنظر للإلحاد من هذا المدخل واسمح لنا نشوف بعض الصور اللي معنا إحنا أشرنا سابقا في شريحة الملحد الربوبي إلى أنتوني فلو فلو يدمعنا صورة لئه فلو من مشاهير الملحدين رجع بعد ذلك وعمل كتاب برضو أشرنا إليه اسمه There is no God وضرب بخط على كلمة No بس أنتوني فلو بيقول أنه أعظم أسباب إلحاد تقريبا الشرور التي لاحظها في الكون ده كان أكبر شرخ جعله يصل في مرحلة ما من المراحل أنه لا يوجد إله أصلا وأنا هقول بعد شوية كمان ليه وجود الشر يؤدي حتما إلى عدم وجود إله في نظره بعد فلو اللي بدأ يقول أي شاب يبدأ يفكر في قضية الإلحاد أو يتخذ موقف سلبي ومضاد ومحتقن من قضية الأولئية ويدخل يقرأ ويدور حيلا يقولك ده فلو نفسه قال أنا ألحط بسبب مشكلة الشر يبقى موقفي صح بعد فلو عندنا واحد من مشاهير الملحدين وهو ريتشارد دوكنز الذي ألف كتاب أدي غلاف وأهو اسمه وهم الإله يأكاد يكون دوكنز من يعني بنية الكتاب في الأعمل أغلب اعتماد وإلحاح وضرب على وتر مشكلة الشر في الكون ورصد واسع للمآسي والحرائق والزلازل والأمراض والبركين دكتور سؤال ضروري هنا هل نشأت مشكلة الشر أو معضلات الشر أو أنا كإنسان مؤمن أستغرب ليه شر أو ليه وجود مآسي زي دي لعدم درايتي بالنسق أو بالطريقة اللي ربنا مشغل بها الكون أو جعل للكون سمت أنه هو يشتغل بمجيبها أنا أوصل لديه في خواتيم الحلقة لنا في خواتيم الحلقة وقفة مكونة من ثلاث نقاط تعيد رسم وتنسيق وترتيب نظرة الإنسان المؤمن المعظم لمقام الألوهية وإزاي الشرور الموجودة أمامنا حتما بالمشاهدة تتسق مع معنى الرحمانية ومعنى الكمال ومعنى الحكمة كيف يفيد عن هذه الحضرة الإلهية الممجدة المقدسة الموصفة بالعلم الكل والمطلق والقدرة المطلقة والإرادة المطلقة والحكمة المطلقة كيف يسمح بوجود الشر لنا وقفة اسمح للون خليها مسك الختام اللي بتقول إزاي الحاجات دي تتركب مع بعض إزاي تتسق إزاي يرجع لها مرة أخرى مشهد من الاتساق والنسق والانسجام المعرب عن وجود حكمة وإرادة وتصميم كما يعبر بعضهم تصميم ذكي ناشئ عن مصمم عظيم إن صح التعبير عن مبدع حكيم جل جلاله أنا حوصل لديه بس لو تسمح لنا أرجوك نكمل مصار نوصل لها في وقتها يعني دوكنز يكاد يكون طبعا الكتاب ده من أشهر الكتب التي يعني تنظر للإلحاد وله كتاب آخر أهو داروينية الجديدة بيسميه صانع الساعات الأعمى هذا هو من تأليف دوكنز وترجمة دكتور مصطفى إبراهيم فهمي يعني عايز يقول إنه مش تصميم زكي ده تصميم أناني لو صح التعبير وله في هذا وجه يطول الكلام في شرحه الجين الأناني إحنا سيادتك دوكنز على وجه السرعة لأنه إحنا لسه لنا وقفات مع أطروحته على وجه التفصيل بس من باب الإشارة المرجعية وإحالة القارئ هذه عدد من الكتب التي بدأت تقدم أطروحة نقدية لدوكنز منها الكتاب القادم أهو نقد وهم الإله غرور النقد وإغراق الصنمية العلمانوية لعبداللطيف الحرز في كتاب تاني أهو اسمه سيد الوجود نقد كتاب وهم الإله لريتشارد دوكنز في كتاب وهم دوكنز الأصولية الملحدة وإنكار الإله ده مطبوع في إيران في كتاب إحنا سيادتك الكتب التلاتة اللي احنا قلناها دي إشارة إلى من له اشتباك ونقد لأطروحة دوكنز في ملحد عربي آخر مشهور من مشاهير الملاحدة العرب دكتور محمد المزوغي له كتاب اسمه تحقيق مال الإلحاد من مقولة يحاكي به كتاب البيرون القديم تحقيق مال الهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرضولة دكتور محمد المزوغي ملحد ناشط وكتاب ده بكأنه بينظر للإلحاد ويعزفوا أيضا بعمق على وتر معضلة الشر إذن اللي احنا بنرصده الآن إنه ممارسات على أرض الواقع من جماعات التطرف والإرهاب أوجدت شرخ معنوي وروحاني عميق عند شرائح من الشباب استندت ووجدت غطاء في كتابات نظرت للإلحاد من هذا المدخل كما رأينا عند أنتوني فلو كمان مايكل روز ما أشهرناش إليه عند دوكنز عند الدكتور محمد المزوغي الجزء ده إلى الآن بيبين لنا كيف نبتت المشكلة عند ممارسات التطرف وكيف وجدت صدى وغطاء وتنظير عند عدد من الدارسين دكتور سؤال هنا الملحد المطلق اللي كان بيعتمد على حجة فلسفية نعم أو على نظريات فيزيائية بيستدل بيها على عدم وجود إله نعم ده ربما يكون بيخاطب كل الناس تقريبا نعم في حين إن ربما يكون هذا النوع من الإلحاد القائم على معضلة الشر لا يخاطب إلا المأزومين فقط أو يستهدف شخص مرة بأزمة أو لديه مشاهدة مشاهدة شخصية عطلته عن استكمال أو استقناف الإيمان تتفق معي في الكلام ده؟ جزئيا يعني اللي أنا عايز أقوله إنه قد يوجد شرائح كبيرة من الملحدين سبب موجود أزمة أو مشكلة ولدت وأفضت به في نهاية المطاف إلا للحاد لكن أنا أحترم جدا وأقدر جدا أي إنسان حتى لو ما كانش مصاب بأزمة بل يجلس وراء مكتبه أو على شاطئ النيل أو في خضرة حديقته وبدأ يرصد هذا المشهد فوجد كتابات تنظر الإلحاد فتولدت عنده أسئلة فألحد أنا أرى أن هذا الإنسان اللي مش مصاب بأزمة بس فيه منح فكري استهواه وبدأت تتولد عنده أسئلة وجودية عميقة تلقي به في واحد من هذه الشرائح الأربعة أنا بقول لهذا الإنسان أنا آسف أخدت الوقت من نسياتك أنا بقول لهذا الإنسان بل للجميع لكل من يقدم أطروحة فكرية نفسية أو عقلية أو معرفية أو أي مكان أقول له ليس هناك أدنى حجر على حقك في أن تسأل وتفكر وترفض وتشتبك بل لك كامل الحق أن تسأل وأن تطرح الأطروحة وإذا لم تنجح الهيئة العلمية الدينية في تقديم أجوبة علمية مقنعة برهانية جدلية مبنية على أصول وأسس عقلية راجحة وبينة إذا لم تنجح المؤسسة الدينية في تقديم هذا الطرح والاشتباك على هذا المستوى المعرفي والفلسفي والفكري والوجداني مع أطروحة الإلحاد يبقى التقسير عند المؤسسة أنها لم تنجح في توليد جدل علم رفيع وليس عندك في أنك سألت طيب حرج بتقول عنده منح فكري دعم أقول لي لما الخطاب الموجه عادة للملحدين أنه ده نزوع ضلالي أيوه ميل للكذا فيهيبوا في البيت عنده يسمعوا أنه هو بيقول حاجة زي كده طب كبروا في ادنه طب برقوه طب بيعامل أنه هو معاملة المجنون في الأسور الوسطى لما كانوا المجنين بيتكتفوا يتربوا يضربوا الهرطقة والتعامل مع السحرة وكذا آه فبرضو عايز نزوع فكري أو ميل فكري دي لغة رقيقة وتخفف من وطأة الأمر الواقع ولا هو ده المربع للمفروض يتصنف فيه المسألة لا إحنا إحنا اتربينا في منهج القرآن الكريم على الجدل وعلى الحوار وعلى إنه القانون الحاكم في علاقتنا بأي إنسان يختلف مع رؤيتنا العقودية قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل هاتوا برهانكم إذن المنطق الحاكم بيننا وبين أي مختلف أيما كان اعتقاده واختياره كتابي أو ملي أو ملحد أو أيما كان المنطق الحاكم بيننا وبينه منطق العلم والإقناع والجدل قل هاتوا برهانكم منطق يقول الله تعالى فيه في التعامل مع إخواننا أهل الكتاب من سائر أهل الكتاب اليهود والمسيح وما أشبه ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن وهذا منطق ليس خاصا بأهل الكتاب بل أهل الكتاب كعينة ونموزج لأنهم الأقرب لأنه يعترف معنا بقضية الألوهية ويعترف بقضية النبوة ثم يحدث خلاف داخلي بيننا وبين الكتابيين بعد ذلك لكن فالأولى بالمعاملة المترفقة من هو أبعد شقة ممن أهدر قضية الألوهية بالكلية الجدل بالتي هي أحسن هو القانون الحاكم مع الجميع أما اللي سيادتك بتشير إليه فاسمح لننا أقول داء المنح السلفي الذي شيطن القضية ولا يزيد الإشكال إلا تفاقما اللي بيتعامل مع الملحد بمنطق الشتيمة والتهجم والتنكر له وبمنطق إنه أول ما يسمع منه أدنى نقاش أو أن يدلي بذل ويشرح فيه اختياره للإلحاد بدل أن يشتبك معه معرفيا في جدل علم عميق يقنع يتحول إلى منطق الملاسنة والشتيمة وإنه أعوذ بالله إيه الضلال اللي أنت بتعمله سيدي الكريم ضلال اهتداء خير شر أي مكان هناك إشكالات لابد من الاشتباك معها وتقديم أجوبة علمية سديدة ومحكمة ودقيقة ومقنعة إذا لم تقدمها أرجوك يعني لا علاقة لك بالشخص أي مكان اختياره حراج قلت الدولات يا دكتور أنا مرتكزي أو مستندي هو منهج القرآن الكريم قل هاتوا برهانكم نعم ومن حوالي عشرة دايئة حراجة تكلمت وقلت أن ضمن المشاهد التي أدت إلى الإلحاد في أعقاب الربيع العربي ظهور جماعات التطرف والدواعش والقتل والحرق وحديثهم ونطقهم للقرآن الكريم نعم هل أصبح أو هل يمكن أن يكون لدى المؤمن قرآنان قرآن بيسمعه بلسان الدواعش يخرج منفر ويتعقب الناس ويدعو إلى الحرق والقتل وقرآن تاني هو القرآن بتاعه اللي هو يطلع عليه على أباءه وأجداده بيسمعه في أزاعة القرآن الكريم هل ينفع أن يحصل لبس بسبب القرآن الكريم وطريقة نطقه مش بتكلم على تفسيره حتى فينشأ موقف نفسي مضاد أو متحسس من الكتاب الكريم طيب هو سيادتك بتفكرني كده بالضبط بالحديث الشريف اللي وقف فيه سيدنا معاذ بن جبل يصلي ده بيتعبد يتقرب إلى الله ومعاه واحد بيرعى الجمال بتاعته يعني ده طول النهار من طلوع الفجر إلى غروب شمس بيجري في الصحرى وراء الجمال يعني مهدود منهك راجع بعد غروب الشمس عايز يصلي المغرب ولا العشاء أي مكان الوقت ويروح ينام خرص مجهد مش قادر يفاجأ بسيدنا معاذ عليه رضوان الله تعالى منطلق ومنشرح ومستأنس ومستمتع بالقرآن الكريم ده مش غاضب أخوه ولا متجهم ده مستمتع بالقرآن وغافل عن احتياج الآخر الذي يسمع أم أول ما قصر صاحبنا الصلاة وفارق صلاة سيدنا معاذ وخرج أم سيدنا معاذ بدأ يقول نافق الرجل فعزت أوي على نفس الراجل بأنا الذي أعظم الله ورسوله وعايز أعبد ربنا علشان بأصلي بمقدار الإجزاء والكفاية وارجع نام يبقى نفقت دلق جاري على سيدنا النبي قال له يا سيدنا أنا متألم أوي إن إنسان يعني يتهجم على تديوني وأنا معظم لله ورسوله ويقول إن أنا نفقت علشان مش قادر أم أصلي وبأصلي بأقل قدر أم سيدنا النبي دعا سيدنا معاذ أم يقول لك في الحديث فلم يرى صلى الله عليه وسلم غاضبا قط كمثل هذا اليوم وهو يقول لمعاذ أفتان 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 ثم يقول له أين أنت من الشمس وضحاه من الليل إذا يغشى من الصور القصيرة الشاهد من هذا الكلام إنه ده مش بس إنسان غاضب ومتجهم وتكفيري ومنفعل ومتسلط على الناس ويهدر حرمة القرآن الكريم في هذه المشاعر السلبية الغاضبة النارية ده إنسان بيتعبد وبيصلي وهو إلى الآن أقول سيدنا عليه رضوان الله سيدنا معاذ اللي سيدنا النبي أقول له إني لا أحبك يا معاذ فلا تدع أن تقول في دبر كل صلاة اللهم إني على فكأن هذا الموقف العابر لفت النظر إلى إنه يا جماعة القرآن الكريم نزل رحمة فلا تحولوه بانفعالاتكم النفسية أو باستئثاركم بأنفسكم لا تحولوا التعاملكم مع القرآن إلى حجاب بين ناس وبين القرآن لا تسدلوا أستار انفعالاتكم النفسية على حرمة القرآن العظيم فلا يرى القرآن إلا من وراء حجب نفسياتكم المحتقن الغاضبة المتسلطة فيلصق هذا الاتهام بالقرآن نفسك دكتور حتى لو بدون أن نحن نخرج عن الموضوع لكن أعتبر أن نحن مازلنا في عمق الموضوع وفي صده القرآن الكريم شهدنا متطرفين كثير وإرهابيين وقتل يقرؤون القرآن ممكن بعضهم يقول والله وسيحدث كذا وكذا في بلدي كذا فيحصل اللي قال عليه رغم أنه داخل القرآن بهذا المنطق المتطرف والمتهجم وصابغ النطق الإلهي المقدس بنفعاله بمقربه بغيته إزاي يكتمع أنه ممكن نشوفه على حل صلاح في سلوك معين زي بعض الإرهابين كان بيحب أسرته جدا كان بيحب زوجته كان بيكتب لها خطبات عطفية زي بمصعب الزرقاوي زي مش عارف مين كان رقيق مع مين مين كان بيدي الفؤرة مين كان بيصالي طول اليوم هو قتل أتلة بس في منحة تاني شخص لطيف جدا كيف يكتمع هذا التناقض في إنسان طيب الوقت معي أخوة رؤي بعض الفاصل بعض الفاصل نعود إلى القرآن الكريم والتناقض الذي قد يعتري بعض الشخصيات وكيف نفكك هذا التناقض وكيف نفهمه في إطار محاولة فهمنا لمعضلة الشر أو لماذا خلق الله الشر أو ترك الشر وكيف ولماذا تعقب البعض هذا الخيط فألحد بعض الفاصل أثار الكثير من الجدل بسبب هجومه على الدين وأطلق حملة لتشجيع الملحدين عبر العالم لإعلان موقفهم علانية قائلاً الملحدون ينبغي أن يكونوا فخورين إنه ريتشارد دوكنز حالم سلوك حيوان وأحياء تطورية وصاحب الكتاب الشهير المناهد للدين وهم الإله الذي صدر منه ملايين نسخ وترجمة لأكثر من ثلاثين لغة دوكنز من أصل بريطاني ولد عام 1941 في كينيا كان ولده مهتمين بالعلوم الطبيعية وطلق تعليمه وفق الدين المسيحية إنه توقف عن الإيمان بالله في سن الخامسة عشرة وكان أستاذاً لمادة الفهم العام للعلوم في جامعة أكسفورد قبل أن يعتزل الأستاذية عام 2008 يرى دوكنز أن الأديان هي أعظم شرور العالم وتشبه فيروساً صعب استئصاله ويجب أن تختفي من الوجود متأثراً على حد قوله بالعمليات الإرهابية والانتحارية للتنظيمات المتطرفة إلا أنه يرى أيضاً أن الدين ليس السبب الوحيد للشرور مستشهداً بالحروب القبرى في القرن العشرين التي اشتعلت لأسباب غير دينية المفارقة أن دوكنز تعرض لانتقادات عديدة من علماء ونقاد أمثال عالم الفيزياء الفلكية مارتين ريس والفيلسوف مايكل روس واللهوتي ليستر ماكغرث حيث اتهموه بالتعصب ضد فكرة الأديان لخدمة معتقداته أهلاً وسهلاً بحضرتكم وعودنا مرة أخرى ومعضلة التناقض الذي قد يعتري شخصية تنسب نفسها أو تلصق نفسها بالقرآن الكريم شوف يا سيدي الفكرة دي فكرة دقيقة جداً وحساسة جداً وليه فيها تأمل معين تنفك بيه الإشكالات دي كان بعض مشايخنا في الأزهر الشريف يقول لنا جملة كده عجيبة أوي يقول مما هو منقول ومتوارث بتجربة أهل الله وبتجربة الصالحين ومتراكم عند علماء الأزهر من ملاحظاتهم في الوجود حولهم وفي معاملات الناس يقول لصاحب القرآن كرامة وإن كان كذاباً الله ده قد يكون كذاب كذاب دي معناها أنه يعني فتح على نفسه باب من انهيار قيم السلوكية والاجتماعية ده شخص في منتهى السوء أسوأ قيم الإنسان الكذب وأشرف قيم الشريعة في المقابل الصدق طيب إذا كان هذا الإنسان صاحب تلاوة وإدمان لتلاوة القرآن الكريم ماهر بالقرآن بس عنده فسوق لا يعمل به لم يستنر بأنوار القرآن لم يهتدي بهديه ليس عنده خشية ولا إخبات ولا تأدب مع الله ولا تعظيم لقدر القرآن فتحول القرآن إلى ألفاظ وعبارات تجري على لسانه على فكرة بمنتهى البراعة ده ممكن يسمع في كل يوم عشر أجزاء بس لم يهتدي فاسق كذاب أم العلم يقولوا إحنا نظن إنه مدام يحفظ القرآن الكريم يبقى كل تصرفاته صح أو مدام عنده فسوق يبقى كل تعامل مع القرآن غلط العلماء بيقولوا الحاجات دي تتفصص من بعض هذا الشخص الإرهابي شخص خارجي قاتل ضال متسلط داعشي يعني شخص روع الخلق ارتكب أسوأ الموبقات لكن في وسط هذا الضلال وهذه الظلمات هو ما زال كل يوم يقرأ القرآن الكريم والقرآن في ذاته كلام شريف لأنه كلام الله جل جلاله الكلام القدسي المنزل بالوحي أم أحيانا يحدث له إنه ينظر لأمر معين فيرى نهاية هذا الأمر ويرى مآلاته لم حكد نادرة إن فتحت له لما أشاعته تلاوة القرآن من حالة نورانية وإن كان هو حجب نفسه عنها حيث وجد القرآن وتلي على اللسان قد ينور ما يحيط بالإنسان لكن النور ده قد يتزايد ويدخل إلى القلب فيهتدي ويبقى إنسان رحيم يعامل الناس بالرحمة واللطف والحكمة وقد ينير القرآن له الطريق فيرى زاوية من الزوايا ثم يحجب نفسه عنه ويظل محجوب بظلمات التكفير والقتل الكلام ده يساعدنا في إنه قد يأتي إنسان يندهش ويتتبع كلام هؤلاء ويندرج معهم لكلمة صادقة رآها من أحد هؤلاء الدواعش ظنا إنه مدام ما قال كلمة وصادقة يبقى كل ما عنده حق فيغوى به ويتبعه أو إنسان تاني يرى ما عليه هذا الشخص من الإرهاب والضلال والانحراف فتسقط من قلبه حرمة القرآن العظيم إذن الحاجات دي لازم تتفصص من بعض أرجو أنه دي يكون بإيجاز شديد يعني أشهر إلى وضحت الفكرة لكنها تردنا للمرد الأصلي نعم هذه المعضلة يمكن أنه فيسرها أو نضعها ضمن معضلة الشر نعم التناقض الكوني الإشكال هو ليه الحاجات الحلوة جانب الوحش ليه الوحش كتير طيب أنا عايز أكمل بسرعة اشتباكا مع الجزئية دي وتكملة على السابق احنا قلنا أنه وجدت كتابات تنظر للإلحاد وتنطلق من قضية الشر لما مسكنا قضية الشر بدأنا نتأملها بعمق وجدنا أنها ذات حيز كبير في الفكر الإنساني عموما وأن هذه القضية قضية معضلة وجود الشر التي تولد ثلاث احتمالات إنه ما فيش إله أو إنه فيه إله لكنه لا يعلم العالم أو إنه فيه إله ويعلم يبقى هو إله شرير الحالة دي من الجدل والتأمل الإنساني في محاولة فهم مغزى وجود الشر في الكون لم يكن فقط عند أنتوني فلو ولا عند دوكنز ولا عند الشاب الملحد المنفجر نفسيا بل وجدنا أنها هي المعضلة التي شغلت بال الفكر الأوروبي بأكمله في خواتيم القرن 17 وأول قرن 18 وامتدت زمن طويل وأسفرت عن ثلاث مدارس في التعامل مع هذا الحال مدرسة خرجت ترى إنه نعم الوجود كل شر وإنه الإله شرير عرفت بالمدرسة أو النزعة التشاومية وأبرز الكتاب فيها فلتير نزعة أخرى ترى إنه الوجود في غاية الحكمة والانسجام وأن كل شر فيه مسوغ وله مبرر حكيم فيما عرف بالنظرة التفاؤلية عند لايبينتز وخرج بنظرية اسمها النظرية أفضل العوالم الممكنة في مدرسة تالت في النص قالت والله أنا كل ما أتأمل ألاقي مظاهر عجبة جدا للخيرية والاتساخ والحكمة ومظاهر داهمة من الشر فأنا وقفت عند التردد وعدم الجزم فيما عرف بالمدرسة الشكية عند ديفيد هيوم في منتصف هذا المعترك بدأ يدخل معانا على الخط القديس أغسطين بدأ يدخل تومة لكويني بدأ يدخل جون هيك بدأ يدخل جورج مور طرح في منتهى التداعي في من يبالغ في إظهار مشكلة الشر ومن يسلك مسالك متعددة ويقدم أطروحات ونظريات بعضها لهوتي وبعضها فلسفي وبعضها عقلي لمحاولة إيجاد مخرج من هذا فين وجه التناقض بالضبط أنا بس عايز أقول من وراء هذا طب أقول لسيادتك الأعجب من كده إنه ليس فقط في القرن السبعتاشر ولا عند القديس أغسطين ولا عند تومة لكويني ولا عند دوكنز القضية لما تأملنا وجدنا حتى في الفكر اليوناني القديم فيما عرف بيه معضلة الشر عند أبي قور القضية وجدناها مثلا عند التيار قديم من المجوس عرف بالثانوية اللي لما لاحظ وجود مظاهر قاهرة للشر في الكون اضطر أن يقول بوجود إلهين إله خير عرف بالنور وإله شرير اضطر أن يشرك بالله العظيم وأن يقول بالشرك في الألوهية علشان يبرر وجود خير ووجود شر المعتزل كانوا بيقولوا بوجوب فعل الصلاح والأصلح على الله يعني الفكرة قديمة قدم الإنسان أو الهاجس في منتهى الاشتباك كم الأطروحات العلمية والفلسفية والكتابات وممن أبدع في هذا وجمع خيوط هذه المشكلة ودرسها في الفكر الغربي وعند الفلسفة الصديق العزيز المتكلم الجليل الأستاذ الشيخ سعيد فودة من علماء الأردن وله كتاب في منتهى الأهمية اسم مشكلة الشر وأثرها في الاعتقاد بوجود الإله الكتاب أتم تأليفه من عدة سنوات وقدمه في عدة محاضرات وفي تواصل قريب بينه وبينه أنه ينتوي إعادة إصدار طبعا تكون بين أيدي الناس المعضلة دي تاريخيا في ظهورها على الأقل في تاريخ المسلمين الفكري بتلقى ردود عليها؟ جدا جدا يعني الغالب من كتب في علم الكلام وفي علوم المعقول وفي علوم الفلسفة وقف عند هذه النظرية مشيدا ومبينا ومقدما للوجهة والأطروحة التي تبين المغزى من وجود هذا والمتفق مع جلال وعظم قضية الولوية أظن المتنبكا بيرد نعم أظن المتنبك لما قاله وكم لطلام الليل مدة من يد تخبر بيانا عندي من يد تخبر أن المانوية تكذب الإمام الغزالي يقول إن نقص الكون هو عين كماله كمثل عجاج القوس لو أنه استقام لما رمى العالم يقول والشعر يقول وللقبح وقت فيه يظهر حسنه ويحمد من غش البناء لدى الهدم الشعر يقول لا تكره المكروه عند حلوله إن العواقب لم تزل متباينة كم نعمة لا يستهان بشكرها لله في طي المكاره كامنة غير يقول إذا ما رأيت الله في الكل فائلا رأيت جميع الكائنات ملاحة فإن لم ترى إلا مظاهر صنعه جهلت وصيرت الحسن القباحة خذ من كلام الأدباء والعلماء والشعراء والمتكلمين هذا حال يعني شديد هدم يزاج المسلمين بلا شك والمستند إلى فهم صحيح لقضية الألوهية وفهم صحيح لأوصاف الكمال عند الإله وفهم صحيح لمغزى أفعاله وخلقه في وجوده علشان أختم الجزئية دي فين وجه الإشكال العقلي الذي يربك معنى اليقين العلماء قالوا مشكلة الشر تنضوي على ما يسمى تناقضا داخليا وتناقضا خارجيا التناقض الداخلي يقول أنت بتقول كلمة إله وإله معناها كامل ورحيم ومقتدر ثم يوجد شر وشر معناه عدم وجود مقتدر يزيل هذا الشر يبقى تناقضة الفكرة داخليا إنه يوجد إله ويوجد شر الكلمتين دول مع بعض يتناقض معناهما الداخلي محتويات ومجتملات كلمة إله لا تسمح بتوليد كلمة شر ووجود شر ينفي وجود إله يبقى يسمى ده تناقض داخلي آدي معه آدي الارتباك اللي بيحصل في العقل أو تناقض خارجي يقول فيه إنه أن يوجد الإله أن يوجد الشيء ولا توجد لوازمه معنى الإله يلزم حتما وجود الرحمة إذا لم توجد الرحمة ينتفي المعنى المرتبطة إنه الصيغات اللي بيهيئها عقل الملحد المبني على موضلة الشر نعم ينطلق في الأعم الأغلب من مدخل وجداري وعاطفي من رصده للآلام والشرور وكذا ثم إذا بها تفلسف في ذهنه بهذا المنطق الذي يبدو منطقا عقليا قاهرا إنه يقول فيه إله بس لوازم موجود الإله من الرحمة مش موجودة يبقى الإله مش موجود كما لو قلت فيه نار بس أنا مش شاعر بإحراق يبقى النار مش موجودة خلاصة هذا الحال هذا توصيف لمشكلة الشر ليس فقط عند شاب ملحد بل عند كتاب ومفكرين وعلماء لهوت في أوروبا وفلاسفة وكتاب هذا توصيف وتلخيص أرجو أن يكون قدر الإمكان وافي يبين تضاريس هذه القضية يبقى لنا عدة تفنيدات لمعضلة الشر معضلة الشر نتطلق لها بعد الفاصل بعد جولة مع القديس أغسطين واعترافاته وتم الإكويني وصولة لإمام الجزالي ورؤيته بعد الفاصل الرد على معضلة الشر أهلا وسهلا بحضرتكم مرة أخرى ولماذا يوجد شر في الكون وأين الله من الشر التي تجري أين الله من الشر يا دكتور جل جلال الله طيب شوف في هذا المقطع الختامي إحنا عايزين نقول لنا وقفات مع معضلة الشر المعضلة الأولى إن لا تتولد المشكلة في الأساس إلا عند إنسان يتصور أنه هو الذي يضع خريطة الوجود يعني يريد من الله جل جلاله أن يعمل وفق عقله أنا كإنسان مخلوق شايف إن هذه المظاهر الموجودة مغرقة في الشر وفي النقص وبالتالي أتصور أنها لو صنعت على النحو الفلاني لكانت أتقن فبنقول أساس ميلاد معضلة الشر في العقل وتسببها في الإلحاد نابع في الأساس من عدم تصور قضية الألوهية ومحاولة كل إنسان أن يدير الوجود على وفق تصوره وحينئذ لو أطلقنا المجال لكل إنسان أن يرسم خريطة مثلى للكون لتضاربت العقول وتضاربت التصورات وتضاربت الآراء فيأتي قوله تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض الله يبقى إذن يا جماعة المدخل الأول الفرق الكبير بين رؤية المخلوق الذي يتصف بجزئية العلم ومحدودية المعرفة وعدم إدراك المآلات والعواقب وأنه يحاول ويطالب الحق جل جلاله أن يسير الكون وفق ما يتبدى لي أنا الآن إحنا بنقوله الحق جل جلاله صاحب العلم المطلق الأزلي الأبدي الواسع الكل الذي أودع كل شيء في مكانه بحيث لو أنك خرجت من الزمن المحدود الذي تعيش فيه إنه سيتك كل فترة وجودك في الكون أربعين خمسين ستين سنة سبعين تمانين سنة هي في عمر الكون المكون من مليارات السنوات لحظة عابرة إذا خرجت من داخل سجن زمنك الذي تعيش فيه ومحدودية إدراكك للكون لوجدت أن الكون ركب فيه كل شيء في مكانه الحكيم اللائق الموزون يبقى إذن أول إشكال أنه يقيس الأمور بمنظوره الشخصي ويتصور أن الحق جل جلاله ينبغي أن يسير الموافق ما أرأنا فيدعي لنفسه أنه مثلا الأقدر على نسج تصور أمثل للكون في حين أن الأمر دا يحتاج إلى قدرة كلية وعلم كلي وحكمة كلية ووجود أزلي وإذا خرجت إلى هذا المشهد العلوي سترى الأمور بوجهة مختلفة وأن كل شيء مركب في مكانه هذه قضية القضية الثانية بيقوله وجود الشر في الكون على نوعين شر قصدي نابع من إرادة وشر طبيعي كوني الشر القصدي الحروب الأزمات القتل العدوان التسلط التنمر التحرش الارتصاب الوالإنسان بيعملوا بإرادة المباشرة النابع من إرادة إنسانية الشر الكوني الزلازل والبركين وما أشبه العلماء بيقوله الوجود الشر القصدي لنا فيه مع الملحد وقفة دقيقة جدا ألا وهي أن المؤمن والملحد محل اتفاق عند الكل أنه يرى ويعظم ويقدر جدا معنى الحرية للإنسان الكائن الحي والنسياد تكترى أن الأحكم في حقه أن تكون مجموعة روبوتات بتمشي وفق برنامج مسبق وأنه ليس له إرادة اختيار وحرية اختيار الملحد والمؤمن يريان معا أن الأمثل والأكمل والأليق بالكائن الحي وبالإنسان أن تكون له إرادة واختيار مادم سيتك ترى أن الحرية هي الوصف الأليق والأقرب للإنسان وأنه الحتم لوجود الإنسان إذن حرية الإرادة عند الأفراد ستقتضي حتما خطأ وصواب وهذه الأخطاء قد تزداد فداحة بحيث تؤدي إلى إشعال حروب بين الدول والأمم إلى هتلر الذي أدى إلى قتل ستين مليون إنسان وأدى إلى إلقاء النووي على اليابان وأدى إلى تدمير هائل في العالم إرادة شخصية من فرد أدت إلى خراب عام يشمل كوكب الأرض ويؤدي إلى ستين مليون قتيل ستين مليون مصاب عاجز زيهم يبقى إذن طيب ما دام الحق جل جلاله قد خلق الإنسان على وصف الحرية ووصف الإرادة التي يختار بها ما يريد يبقى تقبل معها حتما وجود الشر في الكون ثم يبقى الميزان الإلهي الذي يعيد التقييم للأمور بعد ذلك في الدار الآخرة حيث يأتي معنى الحساب ومعنى الجزاء وأن كل إنسان يوفى الحساب على ما فعل وأن المظلوم ينتصف له من الظالم وأن الظالم يؤخذ على هذه ويلقى الجزاء بس أنا عايز أقول مما يقرب للعقل تقبل وجود فكرة الشر أنها لازم من لوازم وجود إرادة حرة واقتيار للإنسان وإلا سيتك البديل إنه يبقى الإنسان مكره على فعل الخير دائما نمازج متكررة السبع مليار إنسان وكل الكائنات اللي موجودة تبقى نمازج مطبوعة على الخير وحين هذا الإنسان حيقول ما دتنيش اختيار ليه تخليني أمشي بوفق برنامج مصمم كما لو كان روبوت ولا إنسان آله دي قضية تانية القضية رقم ثلاثة أن هذا الجواب يقرب قبول وجود الشر في الكون لكن لا يفسر قضية الشر الكوني الطبيعي الموجود في الزلازل والبراكين لأنه المنحة ده يفسر وجود الشر المبني على إرادة واختيار الإنسان فماذا عن الشر الكوني في الوجود ما رد هذا إلى العلم وإلى الحكمة وأضرب لستك مثال يعني جزئي لطيف بس يقرب المعنى بيحكوا من حكماء الصين أن رجلا كانت عنده خيول وكان عاشقا للخيول فخرج حصان عزيز جدا على قلبه ويتعلق به تعلقا آئلا إن كسرت أسوار المزرعة فشرد هذا الحصان الأحب والأقرب إلى قلبه والممارس للخيول يدرك أنه بتنشأ علاقة في منتهى الحميمية والشعور العميق بين الإنسان وبين الخير إلا اجتمع أهل البلد وذهبوا إلى الحكيم علشان يواسوه في إيه في فقد الحصان العزيز على قلبه فلما جلسوا عنده وجدوه في غاية السكون والرضا ويقولوا له ما تزعلش زي بعض يعني الحصان راح وكذا قالوا له ما يدريكم أنه شر قالوا له لله يعني أنت مش مداي قال لهم لا لإيمان بأنه لا يلزم أنه ده يكون شر شكله من الخارج فقد عزيز بس هو ما يدريكم أصبروا شيء وطولوا بالكم وشوفوا المقال عد يوم والتاني إذا بالحصان الذي شرد اقتلف مع قطيع كامل من الخيل البرية ورجع به فرجع الحصان ومعه قطيع خيل بري الله دي حاجة مفرحة جدا فاجتمع أهل البلد وذهبوا له لتهنئته ألف مبروك الحصان العزيز رجع والحمد لله وجاب لك معاه خير كبير وقطيع خيل كامل قال لهم وما يدريكم أنه خير قالوا له لله يعني أنت مش فرحان بوجود الرجوع الحصان إليك ورجوع قطيع كامل قال لهم لا أنا ساكن في الخير والشر قالوا له يعني أنت مش فرحان قال لهم لا وما يدريكم أنه خير عديوا من ثلاثة وابنه ركب هذا الحصان العزيز على قلبه فوقع فانكسرت رجله فالناس كده تقول ايه ياريتم رجع أدى إلى أنه الولد انكسرت فاجتمعوا وذهبوا إليه قلوله ما تزعلش ابن واسيك فيه قال لهم وما يدريكم أنه شر قالوا له قال لهم طب هدوا بالكم العواقب تبين كل شيء عدت الأيام وجاءت غارة على البلدة فانتزع الناس شبان القبيلة من أولي الفتوة والكمال وشافوا ده مكسور رجل فتركوه يبقى كان كسر الرجل سبب في أنه نجى من شر أكبر رجعوا هنهتاني الحمد لله ربنا نجى قالوا وما يدريكم أنه خير وهكذا مش على طول متسلسلة هكذا دائما الحكاية دي تكشف لنا عن إنه يا جماعة لو أنك تقيس الأمور بمنطق نظرتك الحالية للحدث الذي هو شر اخرج خارج الزمن وتخيل أن ترى الكون من الأزل إلى الأبد ومن أقدم منذ لحظة وجوده إلى ختام شأن الكون وأن ترى الأكوان بأكملها بمنظور العلم الإلهي الواسع الشامل المحيط حينئذ ستصغر هذه الجزئية وتسكن في مكانها وتدرك أنها وضعت هنا لحكمة وأنها مرتب عليها مقال سواء كان زلزال سواء كان بركان سواء كان طفل مشوه أصبر إلى نهاية المطاف أشوف في نهاية المطاف كل شيء حيتستف في مكانه يبقى إذن مردها إلى العلم الإلهي الشامل الكل المطلق مردها إلى الحكمة الإلهية مردها إلى عدم الحكم الجزئي واللحظي واقتطاع لحظة معينة ظهرت فيها الشرور والغفل عن المآلات والعواقل كلام حركة دكتور واسع جدا ومهم ومقنع ولكن حد قد يجي يقول طبعا نعيز أطبقه طبيق بسيط نعم فلانة الفلانية اتولدت عندها الإعاقة الفلانية وعاشت حياتها معزبة وعاشت في جحيم نعم طبعا احنا شفنا الطايم لاين أو الخط الزمني من أول وآخر هو فين الحكمة؟ من أول وآخر في مدة الستين سنة بس الخط الزمني اللي احنا بنتكلم عليه يشمل الدنيا والآخرة ولذلك تبقى حتمية وجود الآخرة حتمية وجود البعث فتكتمل منظومة العقائد عند المسلمين إن عمر الدنيا وحدها ما كانت صالحة لتفسير كل شيء لابد من دار آخرة يبعث الله فيها العباد فيأتي الإنسان الذي وجد شيء من المعاناة لحكمة إلهية ويجازى بالنعيم الأبد المقيم فيقول يا سلام دا يريتني كان يبقى أكتر من كده ويأتي الإنسان الذي ظن أنه نجى بكل شروره وآثامه وماته محدش قدر يثبت ضده شيء ثم يأتي يوم القيامة لموقف الحشر الأعظم والحساب بين يدي المولى فيظهر أنه لقي الخسران بين يدي المولى وأنه راحت فين الستين سبعين سنة التي تمتع فيها في مقابل عذاب أبدي دائم مقيم إذن اللي احنا نقصده بالخط على طول امتداده مش الستين سبعين سنة الستين سبعين سنة والمئة سنة والمئتين سنة والمليار سنة كلها لحظات عابرة في وقت الكون أنا أتكلم عن العلم الإلهي الأزلي الأبدي الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء وبالتالي عند النظر إلى النهاية المطاف بعد انقضاء العالم ولحظة البعث يتسق كل شيء ولذلك تحتم وجود البعث والذي ينكر البعث مش هيعرف يبرر هذا إذن اكتمال المنظومة العقاد بوجود البعث تكمل هذه المنظومة دكتور أسامة أشكر حق شكر جزيل وتطرقنا إلى معضلة الشر السبب أمام السبب الحج أمام الحج الطرح أمام الطرح كيف نظر البشر عبر تاريخهم إلى معضلة الشر وكيف ربما هو تكيفها والرد عليها نلقاكم في حلقات قديمة من الحق المبين إن شاء الله ونستأنف هذه الجولة مع الإلحاد والملحدين وأفكارهم جنبا إلى جنب مع التطرف وأفكاره والعلاقة التي تربط الطرفين ببعض اشتركوا في القناة